حظيت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران باهتمام الصحافة الإيرانية التي ركزت في معظمها على تصريحات المرشد علي خامني عن الثاري لسليماني فكتبت صحيفة جامجيم في عنوانها الرئيس لتترقب أمريكا الرد بالمثل من جانب إيران وهو عنوان رددته صحف عديدة مثل كيهان ورسالة وحماية فيما عنونت صحف أخرى مثل سياسة روز وشرق وهم شهري بأن إيران تريد عراقا مستقلا وقويا واهتمت بعض الصحف بما جاء على لسان الكاظمي خلال لقائه المرشد وروحاني فكتبت صداي إصلاحات وشهر ويند وأبرار نقلا عن الكاظمي بأن العراق لن يكون منطلقا لتهديد إيران أما عن دور الوساطة بين الرياض وطهران فعلقت صحيفة أرمان مليئ الإصلاحية قائلة إن زيارة الكاظمي إلى إيران تأتي لتوضيد العلاقات الثنائية وليس القيام بمهام وساطة كما اعتبرت الصحيفة أن الهدف الرئيس لزيارة الكاظمي هو جلب الاستثمارات السخية إلى العراق من أجل إعادة إعماره بعد الخراب الذي حل به لكن إيران عاجزة عن تقديم هذه الاستثمارات وأن ما جاء على لسان روحاني وتهكيده رغبة طهران في زيادة العلاقات التجارية بين إيران والعراق إلى عشرين مليار دولار ما هو إلا مجاملات دبلوماسية مستندة في ذلك على رأي خبراء ومحللين سياسيين ترجمة نانسي قنقر